نكابة المهن التمثيلية عمرهم ما بعتولي دعوة واحدة ده مدخلنا حتة وفي مخرج ولا كلمة تتقلم ممكن تنتقل نفسك دلوقتي على الأفلام دي وتشوفه طبعاً زهلت لما قالوا عليك مالك الفيل عندهم سيناريو وبيحشروا فيه خناعة طب ازاي تكسروا الفيل السريطان ده أكبر جذوبة في التاريخ البشرية 20 مليون واحد حول العالم كان بياخد كيماوي يومية أنا مش بكلم على أن أنا دكتور ولا أستغفر الله ولا حاجة تابع الفن اللي موجود دلوقتي الفن ولا فيش فن كنت زمان عشان سلم على حد أعمل نفسي بهرش كده وروح رفع ايديا من غير ما يحس عشان سلم عليك ما أنت ساعتك في أفلامك كانت أنت البطل الأوحد لا أهلاً بكو كل متمعين تلفزيوني والسابعة في حلقة جديدة وضيف جديد ضيف النهاردة زي ما هو كان بطل في السينما بطل في الحياة الحقيقية مر ما وراح المعاناة الكبيرة جداً ودينا انتصر بيه ايه انتصر عليها هو معانا النهاردة النجم الكبير يوسف بنصور مرحب بيك ونورت تلفزيونيهم السابعة كله أهلا بيك بان زي حضرتك الحمد لله سيد يوسف لو رجع بيك الزمن ورا شوية هتعمل نفس الأفلام اللي عملتها من العشرة الأفلام اللي عملتهم أو زيادة لا اللي نفسي عملهم موضوعين كده بس قصة حقيقية بمعنى ايه قصة حقيقية يوسف حداث حقيقية حصلت يعني قصص جديدة تقصد ولا نفس القصص اللي هي اللي عملت قبل كده لا 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 خالص لانه حتى دلوقتي المعارج بتاعت زمان ما تقدرش تعملها دلوقتي معارج زمان كانت ايام القنفو والحاجات دي معارج دلوقتي قصة تانية خالص معارج الشوارع الحقيقية مفيش يعني انت عمرك ما توقف في الشارع كده وتقول لواحد تعالى بقى وتعمل شوية حاجات ما نفعش دلوقتي فيها مكتملة الالعاب الرياضية يعني فيها الايكيدو وفيها حاجات كتيرة جدا يعني فلازم تعمل معارج الناس تصدقها زمان كانوا بيحبوها لانه كان لسه المعارج الاسيوية لسه طلعة يعني حظك يعني لما تتفرج عليها تحس انها مش متصدقها دلوقتي لا انت لازم تقدم حاجات مختلفة زي احنا مش انا بس يعني حتى الاولاد اللي كانوا او الابطال اللي كانوا بيلعبوا معنا ابطال حقيقين بس عمرنا ما قدرنا نصورها بطريقة صح لان كان زمان عندنا كاميرا اسمها بيل فايف ودي احدث كاميرا بس تقيلة جدا واحنا بنضرب فوق ونضرب تحت بسرعة فالكاميرا ما بتتحركش دلوقتي ما شاء الله عندهم خمس ستة كاميرات فيه تكنولوجيا وفيه تحديث ونقدر نستعمل اربع خمس كاميرات في نفس الوقت من غير يعني خمس ستة كاميرات ممكن تعمل المعارقة زي برة واحسن لانه الاولاد او الابطال اللي معايا بيشاركين مع حضيتك اه انا بسميهم ده من ابطال لانه قلبهم حاجة روعة نقدر نعمل اكتر من اللي بيعملوه برة دلوقتي لو عملنا معارقة دلوقتي ممكن تطلع احلى من بتاعت برة كتير لان انا زورت يعني كنت محظوظ ان انا زور الستوديوهات بتاعت هاليوود ومرة جاتلي صدمة نفسية من ممثل مشهور جدا بيعمل اكشن لقيت الشاشة الخضرة واربع خمس نفار بيشيلوه عشان يضرب الرجلين طب احنا بنعملها والاولاد الابطال اللي معايا بيعملوا نفس الحكاية بدون بقى محد يشيلهم ولا حد يرفعهم فاحنا ممكن نعمل اكشن روعة حقيقة بس محتاجة وقت يعني زمان كانوا بيعملوا الافلام بتاعتنا يعني اللي احنا عمل لها عندهم سيناريو وبيحشروا فيه خناقة زي ما كان الافلام مثلا عشان يستغلوا وجود حضرتك مثلا ماشي بس ما كانش معمول السيناريو على اساس اكشن زي ما مثلا الافلام بتاعت زمان فجأة البنت او البطلة مع البطل فجأة دوس على الزرار وتعمل رأسها ودلوقتي اغنية مهرجانات بيحشروا فيها مش قصدي يعني ادام بتجيب جمهور اوكي انما ما كانتش معمولة يعني ليه بترقص ايه السبب ليه بيتخانق ايه السبب مو زمان كان بتجيب جمهور خلي بالك بتدخل جمهور السينما انا شايف حضرتك ان ما شاء الله يعني عندك ملكة الانتقاد الفني طيب كنو ما بتفرج على افلام بتاعتك القديمة قبضة الهلالة وبدل وكده ممكن تنتقل نفسك دلوقتي على افلام دي وتشوف اقطة طبعا مليون في المية اولا عمري ما تدعي ان انا ممثل ممثل انا حولت بس العشر تجارب اللي عملناهم لو جات لي الفرصة ان احنا نقدم حاجة جديدة دلوقتي صدقني هعملها بكل قلب لان ما عرفتش يعني زمان كنو يقولي الجملة دي وخلاص طيب يعني انت بتنتقد نفسك يعني بتناقش نفسك وتشوف الغلط ايه وتصلحه طب كنت بتقبل انتقادات ايام اللي هو كنت الافلام اللي كانت مكسرة الدنيا وكانت كنت نجمي شباك كان فيه انتقادات بتتواجه لك وتقبلها وكده طبعا ملك الفل ازاي احنا الابطال اللي كانوا معايا في فيلم قلب حديد يعني ممكن اخدهم ونخش نكسر الدنيا طب ازاي تكسروا الفل ايو ما هو دا المشكلة مش عندي في الاخراج بقى برضو انا تلميذ يعني ادام دخلنا حتة وفي مخرج ولا كلمة تتقال فطلبت بس من المخرج الله يرحمه قلت له معايا اولاد زي الفل واحنا ربنا بدينا سرعة رهيبة طبعا ابطال في اللعبتهم في كونكفور اه طب قلت له ليه انط يعني ايه ايه السبب ان انا انط ممكن نعمل معركة بنت لازينة عشان الناس حقيقية حقيقية والاولاد كانوا لابسين فايبر جلاس يعني سديري لو تلاحظ الجاكتات اللي هما لابسينهم يتحملوا بيه اللي هو عشان نعملها لانا ما كانش عندنا زمان السلك اللي هو بيتضرب واحد يعني نط 3-4 متر فهنا عشان نعملها حقيقة فكان لازم عشان غزب عني مش قصدي حاجة عشان يحصل كونتاكت فكان لازم يلبسوا الفايبر جلاس عشان ما يتقزموش احنا بنعمل فيلم كنت مستعدين اه انما هو يقول لك نوت اضرب الفيل طب ليه يا فاندم مالكش دعوة هو انت فاكر نفسك فعملنا حتى الحاجات اللي اتعملت بالنار واللي اتعملت بالأسمنت واللي اتعملت بالزلع دي كانت حقيقة انما اغلبية الناس يقول لك اه لا يبقى كل ده قوانطة ما قدام عملت حاجة قوانطة يبقى الباقي كله قوانطة زهلت لما قالوا عليك مالك الفيل لا 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 مش انا مش بيدي مش انا اللي عمله بس طيب بالنسبة ل الراحلة المعاناة اللي انت ماريت بيها يعني اتكلمت فيها في بعض الاماكن لكن احنا برضو مشاهدين عايزين يستفيدوا من التجربة بتاعتك لا كانسر وازاي ماريت بيها والعلاج وحاجة زي كده انت ماريت مراحل معاناة كتير قوي من اول الولادة يعني في الصغر وفي الكبر ممكن تحكينا على تسيب يا جميل الولادة ان انا دي كلمنا عليها كتير اه ماشي انما نفسنا يعني البرنامج بتاعكم نفسنا نعرف الناس على الاكاذيب اللي دخلت تماغ الناس كلها السرطان ده اكبر جذوبة في التاريخ البشرية السنة اللي فاتت انت طبعا انت صارت عليه يعني بفضل ربنا لا 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 هرجعلك بالقرآن وهرجعلك بحاجات عشان الناس بس يبقى عندها امل السنة اللي فاتت 20 مليون واحد حول العالم كان بياخد كيماوي يوميا مه 20 مليون يوميا في 1000 دولار يعني 20 مليار دولار يوميا بتصرف على الكيماوي كيماوي يوميا ليه الدكاترة في العالم كله او الدكاترة في مصر ليه ما اعرفوش الناس ان الكيماوي ده بيتدمر جهاز المناعة ده حقيقة يعني فيه دراسة عاملها نيويورك تايمز بتقولك في ال40 سنة اللي فاتوا استهلاك او استخدام الكيماوي النتيجة بعد 40 سنة احتمال 2% استفادوا ليه بندمر جهاز المناعة مع ان الكتب بتقولك عشان تحارب الخلايا السرطانية لازم تقوي جهاز المناعة ليه الكيماوي الكيماوي بيعمل ايه بيتدمر جهاز المناعة ما فيش دكتور بيتكلم ما فيش دكتور بيقول للناس ان انا عشان احاربك احارب الخلايا السرطانية المفروض اقوي جهاز المناعة ليه ادمر جهاز المناعة جاز المناعة ده من عند ربنا أنا مش بكلم على أن أنا دكتور ولا أستغفر الله ولا حاجة واضح لحضرتك الريت قوي وده ريست قوي في الموضوع ده بس أنا عايز أعرف أو نعرف الناس التجربة بتاعتك إحنا عندنا أصلا الإنسان أول ما بيعرف أنه هو مريض بالكنسر بيموت جواه يعني بيبتدي محلة يموت بس دي نقطة حلوة دكتور ماجد يعوب ربنا يديله الصحة بيقولك بيقولك 45% من مشاكل القلب أو مشاكل الأمراض بتبقى من القلق والسرطان أما حد يجيله أما أي حد يجيله أو يكتشف أن عنده سرطان تلاقي العيلة كلها والحزن دخل طبعا دول لا يؤمنوا بالله بجد ليه الاكتئاب ده دايما بيجيب لك اكتئاب طيب هو ربنا سابنا طريقة العلاج بتاع المستقبل إحنا نقدر بس نبعد عن المودرن أو الحاجات اللي هي جديدة زي السوبر ماركت زي السوبر ماركت نبعد عنهم أول حاجة أول حاجة بتشجع أو بتقوي جهاز المناع أو الخلايا السرطانية سكر 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 ده مغزي زي ما بتديله تيربو مش بفيه عربيات بتقولك دي تيربو إنها بتاخد كمية أوكتين عالي جدا فالهو مناقي جدا فالعربية بتمشي سريع أكتر حاجة بتغزي خلايا السرطانية سكر سكر ده 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 أول حاجة وبعد كده إيه اللحوم إيه اللحوم دي الناس هنا في مصر عندها غسيل مخ إن اللحمة دي لو ما جبناش لحمة يبقى إحنا فقرة يبقى إحنا كذا اللحمة دي أكتر حاجة مضرة للبني آدم مش مش الخلايا السرطانية نخش على المشروبات كان زمانة ما تروح في مصر مصر كانت معروفة كده ما تروح لأي بلد أو لأي مكان في مصر لمون كركدي عرق سوس خروم عارف كان عندنا حاجات طبيعية دلوقتي بنخش على المشروبات الميهة الغازية طبعا السكر بتاعها سيبك من السكر وحادثك أريد برضو معلومة غلط يا فندم أول حاجة مية النار تاني حاجة عشان بيئة إدمان على لو لو الدكاترة خايفين على صحة المصريين خلوا بالكم من الأطفال من الشباب فيها سم فران زرنيخ عشان دي إدمان تالت حاجة سبغة رابع حاجة مواد بوترولية خمس حاجة أربعتاشر معلقة سكر في في الإزازة في الإزازة أو الكان أربعتاشر معلقة سكر تخيل بقولك بلاش عشان ما يجيلكش السريطان بتعمل إيه عقم عندش الرجالة عقم عند الرجالة هي شاشة عدم غير بقى الحاجات التانية خالص أنت أولا لما تاخد مية نار ما فيش حاجة اسمها مواد وليلة للاستهلاك الأدمي ده كلام فاضي يعني السموم مفيدة أو ما فيش حاجة يعني إيه جديد طب إصابتك بالكانسر جات من أنت كنت عايش عيشها طبعا إهمال كنت عايش نفس العيشة اللي أنت بتكلم معنا ده لا 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 طول عمرنا ماشين طب إزاي بقى بس بيجي بيجي عن طريق حاجات كتيرة جدا إهمال أنا كنت فاكر أنه أما الدنيا بازت خالص ومش قادر أما خسيت جامد جدا أنا كنت 38 38 38 كيلو ده بعد الخسسان كله آه كنت فاكر أنه خلاص اللي باني أدم خس وراحك منه الحاجات التانية بس إيه كتير كتير جدا في 2006 كانت الإيد اللي مين إحنا عشان بنتمرن كتير جدا فالإيد اللي مين والمفصل اللي مين كان حصله تهالك زي العربية ما أنت سوقها 200 كيلو عايز تعملها عمر ففجأة دي ما بتشتغلش هو دي ما بتمشيش يعني حتى في البداية دي عند عرضك آه آه ما دي بداية الموضوع لو أنت عايز تتكلم على بداية الموضوع كنت زمان عشان سلم على الحد أعمل نفسي بهرش كده وروح رفع إيديا من غير ما يحس عشان سلم عليك لأن دي ما تطلعش ودي ما بتتحركش خلاص المفصل فقالولنا هنعمل لك مفصل جديد طبعا مفصل جديد عندنا وإحنا بنلعب الرياضة دي ما تنفعش يعني حديدة هوا قد حطها وإيدي ما بتطلعش فهيعمله عملية عشان الإيد تطرفها شوية ودي بين نسبة لنا كانت مشكلة واكتئب جب أخذتك وصبت زي المصريين بالاكتئاب تسعة وتسين في المية خلاص وانت مش قادر تتحرك مش قادر تنط مش قادر تلعب خلاص دي ما بتشتغلش حتى ما بتطلعش توقف عليه عشان تلعب بالرجلش ما فيش لغاية ما جالنا معلومة إنه المفروض يعني فيه سنتر أو جهة أو مركز بيعالج بينظف جسم البني آدم والنظافة دي على فكرة الناس ممكن تستفيد منها كتير جدا اللي هي الديتوكس أو ترد السموم من الجسم اللي بيسموها عندنا حجامة لا 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 ما لاش انسى 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 أو الفلتر العربية تمام فاهم لازم تغيرها شالوا من كتب الطب الديتوكس أو ترد السموم من الجسم عشان كده إحنا بنقعد مثلا لغاية عشرين خمسة عشرين سنة زي الفل مهما ناكل مهما النشب ما بتاعه زي الفل جاز المناع قوي زي العربية الزيرو يعني تقعد فترة كده طب إيه اللي بيبوزها ما بينغيرش ما بينتردش السموم أول ما تطرد بس السموم من جوا الجسم أول ما تطردها تحس ان انت عايز تنط وتجري لأنوق زي فلتر التكيف لو تسد ما بيطلعش تكيف أول ما تنظف أو تجيب فلتر جديد تلاقي اللي هو ابتدى يطلع نفس الحكاية في الجسم الإنسان احنا ما بنتردش احنا بناخد النوعية الهوى في القاهرة فيها تلوث كتير جدا فحتى الإنسان اللي عمره ما شرب سجارة وعمره مش عارفه كأنه شرب عشرين أو تلاتين سجارة في اليوم سلبيا طيب ما نطرد بس خلي دي تبقى حاجة موجودة في مصر ان احنا نعمل نعمل تنضيف للجسم ازاي فيه أجهزة بس ما بدخلوهاش مش عايزينها في أمريكا طبعا لرفضينها باتاتا في أمريكا وفي أوروبا شوية أوليلة خالص طيب انت لما قصبت بجنب اليمين كده وبتدت تحس ان فيش عايز مفصل عملت ايه بقى لقيت الحكاية دي فقالولي هنطر يعني كانت فيه بقى ألمانيا قالولي بنطلق بنطر للسموم نقوي جهاز المناعة وبعد كده بنعيد بناء الأنسجة من الخلايا الجوة اللي ربنا مدهلنا بس لازم يحصل لها تكاثر يعني تخش معا مع الخلايا فقعدوا فترة ينضفوا الجسم ويقوي جهاز المناعة وبعد كده ما جهة خلص التكاثر بياخد ثمن أسابيع وعرفوا الناس من فضلكو عشان فيه نصب كتير جدا باسم الخلايا أو الخلايا الجوزعية أولا الخلايا الجوزعية عمرها ما بتعالج أي مرض دي بتبني الأنسجة يعني كبد جديد قلب جديد عصاب جديدة جوينس جديدة اللي هي المفاصل يعني بتعيد بناء الأنسجة فأول ما حصل كده وبعد ثمن أسابيع بتيجي لازم تروح معمل خلايا مش الوشيمة والأومبلك الكورد والحاجات دي والأبريونك ده نصب عالمي مش في مصر ولا بر ده في العالم كله يقول لك خلايا جوزعية عمل لك الشعر خلايا جوزعية كلام فاضي حبوب خلايا جوزعية كل دي نصب 100% وخصوصا معلومة برضو عشان بقيت موضة عند الأغنياء يقولك أنا أما الولد ابني اتولد شلت له الخلايا وحتتهالف معرفش في لندن دي أكبر نصب في التاريخ ليه لأنك بتدفع 40 أو 30 دولار كل شهر لمدة 30 أو 40 سنة الخلايا دي الخلايا الجوزعية خلايا حية حية ممنوع أنها تفريز يعني تجمد تخزم أو تجمد تجمد وأما بتحصل لها فك من 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 التجميد اللي هو يعني تفريز 50% منهم بيموتوا وكمية كبيرة جدا بيطلعوا تعبنين جدا مش قادرين يتحركوا لأنه لو قدروا الخلايا الجوزعية دي لازم تبقى حية حتى ما بناخد عينة من بني أدم لازم تروح المعمل بسرعة عشان تمشي في درجة حرارة البني أدم ما تقدرش تعملها فريزنج ما تقدرش تخليها فترة طويلة لأنها تموت دي خلايا حية طالعة من الجسم دخلها للمعمل على طول عشان يحصل لها تكاثر فاللي بيعملوه أنا بسميه نصب علامي واضح جدا أنه أنت يعني أنت يعني أعتقد معاك جنسية أمريكية ومعاك جنسيات كتيرة قوي بلس بتيجي تقعد هنا أنا بعشق مصر خلي بالك معنومة بس للناس عشان يحبهم مصر أكتر الله تجلى على أرض مصر جبل سينة والعائلة المقدسة دخلت مصر لا يوجد على الأرض في الكرة الأرضية كلها أن الله تجلى على مكان طب ليه زي مثلا في الإنجيلة ما بيقولك مبارك شعبي شعب مصر وفي القرآن ادخلوها بسلام إن شاء الله بسلام من أمينين ما أنا عملت الفيلم بتاع بدر كده كان اسمه بدر بس العنوان بتاعه ادخلوها بسلام أمينين رغم لحدك كريستان بس حافظ القرآن أنا حاسي طبعا طبعا إزاي ما أنت لازم يا بابا لازم تقرأ مصقف جدا لا لا أستغفر الله قصدي يعني بحب المعلومات أكتر ويعني حتى الفيلم اللي عندنا إن شاء الله لو عملناه فيه حاجات كتيرة جدا من الكرآن بتابع الفن اللي موجود دلوقتي فن؟ آه ولا مفيش فن لا طبعا يعني صعب يعني مفيش مفيش فن لا طب يعني ما هو اللي يتابع هيشوف ويقول فيه ولا مفيش لا 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 يوجد مواضيع صعبة شوية يعني أمسك فيلم مثلا بقى شاء الله قوي اسمه شارع الحب آه كلهم أبطال أنت يعني أنت من هوات الأفلام الأبيض والسود لا هوات الفن يعني ايه كلهم نجوم دلوقتي هو البطل أو البطلة وانتهى المدور ما أنت ساعتك في أفلامك كانت أنت البطل الأوحد لا ليه ليه بيجيوا جنبك أي أي فنانة إزاي نجمة ما دام ليلة ليلة علم ما عليش بس أنت اللي كنت الأساس لا لا ما دام نيلي أحمد رابض وفيفي عبدو وفيفي عبدو كلهم والطعم اللي معنا بس أنت نمر واحد ما عليش ده ما استغلوناش صح ممكن ترجع تنتك تاني بإذن الله هوريك حاجة حلوة معمولة أنا عندنا فيلم مرسوم كله عارف يعني ستوري بورد الفيلم كله مرسوم يوسف منصور اشتغل مع نجمات سينما في يعني نقول في الزمن الجامد جدا ليلة علوي زمن حضرتك قلت الأسماع كده هل فيه في دماغ حضرتك مثلا نجمة معينة لفيلمك الجديد ولا هتشتغل مثلا مع حد منهم لا ولا حد القصة الجديدة محتاجة ان انت تعمل تجيب الشخص المناسب للدور المناسب يعني زي ما كانوا بعملوا زمان ففي يعني في بعض الشخصيات هنستعين بينهم انما أغلبيتهم جداد من الكلام حضرتك كده ان حضرتك هتعتمد على البطولة الجامعية طبعا هيبقى فيه طبعا والموسيقى هيبقى فيه أكشن زي الزمن آه طبعا بس أول مرة ما فيش فيل أول مرة هنعمل أكشن صح وحضرتك هتعمل كونغفو كده وأكشن اللي هو الحقيق يعني مش الحاي والبتاع لا يعني إن شاء الله هنعمل هنعمل حاجة طب لو كلمنا على الجانب اللي هو الخافي في حياة يوسف منصور انت حضرتك دلوقتي كنت أب البنتين أمارتين بس برضو رغم ارتباطك بيهم كل واحد ديني مفرقاك اللي عايش هنا اللي عايش في أمريكا وفي أحفاد كمان دلوقتي يعني ما شاء الله حفيد مش كده ولا إيه فبتبعد بتقدر تبعد ازاي يعني المحبة ملهاش وقت ملهاش مكان ملهاش مسافة في أي وقت تطلع 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 لا لا المحبة يعني أنا بحبوهم وهم بيحبوني كن أن أنا بحاول أعمل حاجة عادي يعني واحدة منهم متجوزة واحدة منهم مش متجوزة عندها حياتها إنما أول ما تقول قالوا حبيبي موحشتيني بيحبوا مصر زيك أو حبيبتهم في مصر زيك بص السغيرة بتعشق مصر عشان كده عملت قط أو شغلها برا مش جوة بس بتاع يعني أغرق أغرتها أغرق أغرق يعني عملت لها عروض على أساس تقعد برا لا يمكن هي بتاعشق مصر والتانية بما أنها متجوزة وعندها أولاد برضو مصر دي بالنسبة لها أنا أنا بعشق مصر وهم بيقشق مصر وجده يوسف منصور يتعامل إزاي بقى بيقعد بقى يلعب مع الأحفاد لما بيوحرولوهم وكده قليل قوي قليل تسعين في المية من الوقت أنا برا أمريكا فما بيشوفهمش كتير بس ما بيكون في أمريكا طبعا لما بيكون قعد في البيت لوحدك كده وتحب تسمع حاجة بتسمع حاجة قديم ولا قديم كله قديم كله قديم زي مين مسعب حريم طبعا وام كلسوم طبعا وعبدالوهاب وطبعا وفريد القطرش طبعا ما فيش حاجة جديدة زي مسع عمر دياب تامر حسني ما فكرتش حتى يمروا قدامك كده لا أنا ما بيقولش أي حاجة ضدهم بس أنا حبي في الحاجات اللاديمة لأن ليها معاني ليها معاني إنما في بعض المغنيين بيقولوا كلام ملوش ملوش فايدة ويعني مش بقول إنه وحش بس أنا ما بيحبوش لما تحب تمشي تحب تستجم تحب تتمشى أنا في البيت الوحدي طب لو حبيت تنزل تتمشى يعني بقى لي ثلاثة أسابيع ما خرجتش من الشقة يعني طب لو حبيت تسترجع زكرياتك مثلا في القاهرة بروح شبرة أنت أصل من شبرة أنا تولدت في شبرة وبعشق شبرة وبحبت أشوف الأماكن اللي أنا كنت لسه بتروح بقى هناك وتسترجع زكرياتك رحت من ثلاثة أشهر بحب بقى قوي طيب هل أنت تقصد أن أنت تبتعد عن الوسط الفني كمناسبات وكاكتاميات مثلا مهرجان الجونة مهرجان أنت برضو نجم كبير نجم كبير ما حدش يغف يتوصل لك ما حدش يغف أنت هنا ولا لا بس بس نقابة المهن التمثيلية عمرهم ما بعتولي دعوة واحدة وانت عوضوا فيها عوضوا طبعا يعني يمكن عشان مش عارفين أن أنا هنا ولا مش هنا ما هم يقول لك الناس في كلها عارفة أنت في أمريكا ما فيش مشاكل أنا عايش لوحدي ومبسوط نورتنا وأنا مبسوط جدا باللقائك ويا رب تكون بسط معي وكون يعني كون ضيف خفيف عليك ربنا خليك كمان شكرا جدا ونورتنا شكرا لك شكرا لكم رب تكونوا استمتعتوا معنا وإن شاء الله نتقابل في حلقة تانية سلام عليكم